وعودة إلى الزلزال الذي ضرب منطقة الحروش بولاية سكيدا ونعود الاتصال بالزميل حسان مطاطلة حسان مطاطلة ما هي آخر المعطيات لديك؟ شكرا جزيلا آخر المعطيات طبعا كما أكد لنا قبل قليل مدير الصحة لولاية سكيدا هناك حالتين من الجرحى نقلوا على جنح السرعة إلى مستشفى الحروش لتلقي الإسعافات الأولية هو كما أكد لنا أن حالتهم غير حرجة وغير خطيرة نقلوا الأول سقطت عليه طورية كهربائية والآخر سقط عليه برميل ولكن الحمد لله الحالتهم كما قلت ليست بالخطيرة ونقلوا ويتلقون في هذه اللحظات الإسعافات الأولية بمستشفى الحروش بولاية سكيدا طبعا نتحدث عن هذا الزلزال ونحن نتواجد بهذا المنزل الذي تضرر بشكل لافت وشكل واضح كما نلاحظ هذه التشققات وهذا في سقف المنزل الذي تضرر بشكل واضح ونقترب من رب العائلة السيد عايش نوردين ليس كده العائلة عايش نوردين أنتم كيف عشتوا ربما هذه اللحظات الزلزال؟ كيف عشتوا اللحظات الأولى؟ هل تحكي لي على ظروفكم الآن وكيف عشتوا الزلزال؟ السلام عليكم الزروف اللحظات الأولى صعبة صعبة جدا بيت أشتاء واحدة وميناش فشتاء رقشتوا في السيتياجون زيما زلزال على الخمسة غير سبعة دقائق الواحد كان فاطن كان فاطن كان فاطن دريوراج حدي خطيت على دريوراج هذا وشكي الواحد كما يقولوا احنا صاي بقى يقولوا احنا صاعبت على درار يبرك واحدة ووحدة دقيقة ونصحت الى الزوز الدنيا ترحوا الشيء أصنصيال الباقاج هذا فوقنا المهم قال خير أخر سلامت الرأس ضحايا ماكاش شو الدخلة سلطات جانلم يرص به ضار علينا زاد جي شف ضايرة زاد جي الوالي سلطات هي وعدتنا في أقرب الأجل ونتمنى لكي يكون في أقرب الأجل ليس كما الوعد لعداش خطر ما نرمو نحن دي جاساي نحن تنقلنا البنايات شعنا جاهزة نحن نسلنا وعندنا دقاء 11 سنين البنايات شرحين يريبوا نحن عدم دينا همش نتمنى ونتمنى من السلطة التعجيل خطر ما يكون زي تعودنا خطرها كماك باركة صباح ومي الأمواج إن شاء الله هي الأعمار بيدي الله على كل حال وطبعا لنأكد فقط معلومة أن منطقة عيون بوزيان وهذا الشريط هو منطقة نشطة زلزليا يعني شاهدت على الأقل في السنتين الماضيتين زلزليا أو أكثر يعني ألا أتذكر ولكن الحمد لله رغم أنه كان 5.2 درجة على شلم ريشتر ولكن الأطار والمخلفات كانت سليمة إلى حد ما الحمد لله سنتابع كل ما تعلق بمعطيات جديدة عن أطار هذا الزلزال وسنعود طبعا في هذا اللحظة يشير أن هناك هزة ارتدادية وقعت ونحن نتواجد هناك تحرك للمنزل الحمد لله لطفا يا رب الحمد لله على السلامة يعني هذه هزة ارتدادية أخرى يعني ونحن على المباشر من وسط هذا المنزل بهذا الحي الشعبي شكرا لك زميلي حسن ميطاط لا نعود الاتصال بك في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة لتوافينا بجديد الزلزال ترجمة نانسي قنقر